عايزين نتكلم في فكرة التحول الرقمي كمان أو تفعيل يعني هذه الألية من خلال جامعة القاهرة كنموذج للجامعات المصرية إيه اللي تم في الملف ده؟ إحنا كنا شغالين بقوة على ملف التحول الرقمي من أغسطس 2017 لأن إحنا كنا مستهدفين التحول لجامعة زكية من الجيل الثالث فجامعات الجيل الثالث لابد أن هي تكون عندها منظومة رقمية متكاملة الحمد لله إحنا أول جامعة في نصر تتحول من أكتر من سنتين لحاجة اسمها الشمول المالي إيه الشمول المالي؟ إن بعد ما كان كل حاجة بتتم بالورق والشيكات والصراف ومشارف إيه بقى نظام الدفع في الجامعة من أكتر من سنتين نظام إلكتروني كمان إحنا اتحولنا لنظام التحصيل الإلكتروني فده تحول رقم هايل خاصة في المنظومة المالية لأنه بيقضي على كتير جدا من مظاهر الفساد بيخليكي شايفة كل حاجة فكون جامعة القاهرة من أكتر من سنتين تتحول للمنظومة دي ده يعتبر إسهم كبير بالإضافة لده إحنا كنا تحولنا إلى نوع التعليم المبمج في أغسطس برضو كنا مركزين في الموضوع ده وأنا أعتقد بالسادة العمدة كان فيه نظام قديم اسمه نظام التعليم المفتوح كان فيه مشاكل كتير قلت لهم لأ الحل إن إحنا نتحول لنظام التعليم المبمج والتجربة دي أنا أعتقد أن لازم الجامعة كلها تتحول لها بس إحنا بابدئيا لابد أن إحنا نتحول داخل قطاع من القطاعات عشان لما نيجي نعمل من التجربة يبقى عندنا بايلوت يبقى عندنا بايلوت نقس عليه وفعلا الحمد لله أنا أصريت أصرار رهيب جدا وكانت معركة وقدرنا نتحول نحول التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المبمج وعندنا 35 ألف طالب في النظام ده فإحنا إذن أنا وزميلي مستوعبين التجربة وعملنا بايلوت فلما نيجي نعملها على الجامعة هتبقى أسهل لأنه عندك نموذج تقدر تعملي لمحاكاة كمان إحنا عندنا مركز الخدمات الأكترونية عملنا دعم قوي جدا للمركز ده ووسعنا نتق سلطته ونفوزه وقدمنا له كل الطلبات اللي هو عايزة سواء على مستوى البنية التحتية في الجامعة زي شبكة النات زي السيرفرات بالإضافة إلى السوفتوير بازلنا فيها جهود كبير جدا فكنا قطعنا مرحلة كبيرة لكن لما جات بقى جاحة كورونا أنت كده أمام تحدي لأن أنت كنت ماشية في نظام تعليم مبمج ونظام تعليم إلكتروني بخطوات مدروسة لكن في نفس الوقت الطرق الخاسيكية شغالة فلما جات الجاحة دي بقى حطتنا أمام الأمر الواقع إزاي قدرتوا تنجحوا فكرة التعليم عن بعد فعلا لما جات الجاحة والأبحاث العلمية للطلاب عن بعد طبعا الثقافة كانت موجودة عندنا التجربة كانت موجودة عندنا فكان سهل إن إحنا نعممها فطبعا أنا برضو عادت مع زي ملائي العمدة في مجلس الجامعة وقلت لهم إحنا ما عندناش مفر وإحنا بنمشي بطريقتين بطريقة السواب وبطريقة الجزاء من سيتخلف عن رفع المواد إلكترونية وفق المواصفات تبقى كتاب إلكتروني الجامعة هيكون معرضة للمسألة إلا هينجز ده هنخصص له مكافآت كبيرة وفعلا أوعادت زميلي قلت إن أي أستاذ هيقوم برفع المقرر بتاعه إلكترونيا وتدريسه وإعلان نتيجته في بقى مكافأة إضافية ألف جنيه على كل مقرر فده إدى حافز قوي طبعا الزميلي مش ده اللي هحركهم بس إنت بتلجأي العوامل المتعددة بتاخدي بكل الأسباب يعني أنا تعلمت كده من كتاب ربنا كتاب ربنا عشان تعمل حاجة لازم تاخد بكل الأسباب مش تاخد بسبب وتسيب التاني لأ أنا باخد بكله حتى الأسباب القوية والأسباب الضعيفة فإحنا دي كانت من ضمن المحفزات وفي نفس الوقت من ضمن الزواجر وإحنا الآن بننفذ اللي إحنا وعدنا به زميالنا فقدروا الحمد لله وأنا بشكر زميلي الأسادزة وعضاء التدريس وبشكر زميلي العاملين كمان لأن العاملين هم دور كبير جدا لهم اللي بيعملوا الدعم الإلكتروني وهم اللي بيشيلوا جاز الإداري والمالي في الجامعة فأنا بشكرهم جدا على نجاح التجربة وخلال ثلاث أسابيع كانوا رفعين 600 ألف مقرر